صباح الورد صباح الفل والياسمين إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات يا ربي اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شنو عاملين شنو أحوالكم ربي خليكم لي على كلامكم الحلو ربي خليكم لي على وقفتكم ومعايا في كل لحظة ربي خليكم على كلامكم العسل كلامكم اللي يهز هكا الوحدة العالم آخر والله ربي خليكم لي وما يحرمني منكم ربي خلي لي الناس الطيبة الناس البيه يا ناس اللي تحبني من غير حتى سبب ربي خليكم ويفرحكم يعطيكم ما تتمنوا يا ربي كل واحدة عنده هيكا حكاية مقلقتها إن شاء الله ربي يفرجها عليك وبرشا تكتبولي سيدين متقلقة سيدين كل لابنات ادعيولي إنه ربي يفرجها علي يا ربي يفرجها عليكم ناس كل كل واحدة تحب تكمل دارها ربي إن شاء الله يرزقك وتكمل دويرتك على خير يا ربي إن شاء الله ما نسمع عليكم كل أخبار الطيبة وإن شاء الله هيكا مدام حنا ما بعضنا يعني سنين نجيين كان ربي يعطانا عمرنا نسمع عليكم كالأخبار الطيبة وكل حد عنده هيكا مشكلة ولا ابتلاء من عند ربي إن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله هيكا ديما ما نسمع علي بعضنا كالأخبار الباهية والأخبار الطيبة ونشوف تعليقاتكم اللي انتم هيكا الحمد لله لا بس ربي خليكم وربي يشوفي كل مريض يا رب لاني لبنات قمت صباح كما شفتو حضرت محالة هو سلمة تتحضر روحها أما وليت قلقني المدة هذية في اللبسة تحب تلبس لبسة تشتي والدنيا سخونة هاكم تراهو تقص بالحق هاتت على الأخر أما وقفت بحثها نمدلها إني تبديلها وبعد هي تلبسة اللي في مخها معنا تبشي كنف براية هسيرو كمال تمشطلها شعرها ولك عاتيها روح لحقيقة تغسل وجهها تغسل اسنانها تلبس صباتها تحضر روحها وإني نمشي نحضر لها لمجتها ونحضر لها فطورها وحطيت لهم صغار يفضروا اليوم حبوا يشربوا حليب وحطينا مك الكايكة اللي بحثت هنا بودور تهبل بصراحة بنينها على الأخر تكلت في نهارين حصيل وكهو خرجوا الصغار قعد أنو سهم يوم يقرهاش خاطر يوم يقره العشية سمحوني يقره العشية الوقت هو وخوه ما هو مش كيف كيف كان نهار الخميس ونهار نهار ثلاثة نهار خميس نهار سبت يقره كيف كيف الباقي لا يمشي واحد يجي قعد واحد كهو دخلت على الدار عملت لها تنظيمة كما العادة ما زلت الدنيا ضيفة عندي لحقيقة مسحة خفافة للغبرة للقاعة لك الملاعب منتع الدار تنظيفة للبيت البانو وللبيوت وندخل على الكوجينة نشوف روحي شنبش نعم اليوم هيكا اليوم هو شفته النهار هضاي لبنات هو نهار ثنين صورته الفيديو هضاي ما حبيتش نهبته حبيت نشوف الحكاية مشيت معايا وإلا لا حكاية ناشحة وإلا لا كان هي باية نبرتاجها ونقول لكم راهي باية كان هي ماهيش باية نقول لكم راهي ماهيش باية وماهيش فكرة هفش مقال لكم شواش نعم لو حكيت لكم المودة اللي فات على الحكاية الجديدة اللي طالعة خاصة خاصة لكن سيلي تبدأ هكا عندها ما تعمل في نهارها والمرأة اللي تخدم والهار اللي تبدأ تعدي نهارها ما بين المدرسة ما بين الروضة وكل اللي هي الباتش كوكين كما قلت لكم ما فما برشا يطيب وماكلت اربع ايام وخمسا ايام فما حتى متع جمعة كاملة طيب الكل في نهار وبعد تشوف معناه وبعد توقع تستعمل الميك لهديك في نهارها هاي عمل جدول مش نيه الحاجات اللي نجوم من طيبهم ايام ويبقى ولي معناه في الفريجيدير ما ميته الكوليش وكل شي حسب ما اه 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 فكري اه اه عذرت الجدول هاذا كما قادرين تشوفو نهار اثنين باش نعمل فطور مقارونا مش نعمل سوس متع نهارين اه اه العشي مرقة خضرة نهار ثلاثة فطور رجربي العشي شباتي مهدية نهار الاربع فطور خبز طابونة وصططم شوية وفريد وام ومرقة خضرة خاطبش نعمل المرقة خضرة عمتع نهارين اه اه نهار الخميس اه اه مقارونا سوس المقارونا اللي حذرناها من العشي شربة بالكروفيت وبيتزا ونهار الجمعة شنوع عندي يعني تبتلكم طاجين وطاجين و اه اه نهار الجمعة مرة اه نهار الجمعة نهار الجمعة واكيد اكيد باش نزيد حاجة معناها معناها ما نعرش اني حاجة اه اه نعندي طن شوي ولا نشوي اسكالوب اه نعمل فريد المهم ان اه باش نعمل طاجين هذي كمعناها اللي باش نحضرها اليوم الباقي شنو باش نزيد اه حاجة خفيفة يعني فريد حاجة كيف مهن كاك اه نهار الجمعة لكثارية زادت ديما معا في دار حميتي العشي اه نعرش الجمعة هذي انا تلمو الا لا حاصيلوا قاعدتها كيك معناها نشوف روحي ايني وكيفيش فطاطيب نهار سبت ان شاء الله نصبح هيك ان شاء الله نتفرهد ونمشي لدارنا ونهار لحد اه باش نعمل كسكسي بالشبتية خاطر عندي شبتية لتولة حاوليب معناها ما نحطش ميكلات بالمثال بالحوت ولا بالحم ولا حاجة خاطر ما همش ما عنديش ثيقة انهم هم باش يكونوا عندهم نفس الفوائد كيف طيبهم في نفس النهار حبيت لكثري انا عملكا حاجة اه معناها تصبر كما كما سوس المقارونة كما البيتزا ذاته نجم نحضرها لعجينتها نجم نحضرها طاجين نجم نحضره اه كل شي تقريبي نجم نحضره نحطه في فريجيدير مش نعمل حاجة عندي زيتة ملوخية عندي ملوخية زيت تعرف ملوخية ما شاء الله تصبر بالبي وتشد كيامات حصيلو حطيت اه حطيت ببرنامج اه يمشيني معناها اه اه اني في بالي والله في بالي اللي بشان طيبه اليوم متاع اربع ايام ثلاثة ايام ما اكترش فهمتو متاع ثلاثة ايام اربع ايام ما اكترش خاطر لحقيقة ايام مش من المحبي الميكلة هي نعمة ربي واما ايام ديما نحاول اني نطيب ديما قد قد منحبش الميكلة البيتة منحبش نفضل الميكلة ديما نطيب كنهار ونهارو فهمتو ما نطيبش معلنهارين لجاكم شفتو كنهار ونهارو ايام واحدة من الناس ما نحبش برش الميكلة البيتة وانا نحاول ان نطيبش بزايد وكهو حتى في رمضان كان فضلت حاجه مثل مرقة ولا ملوخية تتاكل اما بشان كوسكسي ومقارونه وكل ما روز ما بالنسبة ليه ما يتاكلوش معنا ما نطيبش بزايد وكهو اما بطبيعة كان نطيبش بزايد وكهو اما بطبيعة كنا نطيبش نعمة ربي تتاكل اما بشان حاجه تخبز تتاكل حاجه حاجه اخرى لا فهمتو هذاك علي خطرت اني خلي كوسكسي مره بركة انهالا حدو طيب في وقتها المقارونه هذي كعادي السوس الطيب في عقلها عقلها عادي معناه طيب متعنهارين ثلاثة تتاكل قلت اني نعمل سوس مقارونه مره نعمل مقارونه مره نعمل رزه مره نعمل شربه مفوره فهمتو حاصلوا والحقيقة مربوطة بمصروف معين معناه الجمعة هذيه نحب نمشيه بمصروف معين منيش بش نبذر في الشريين ودرشنية وشري وعملو كل بلحق المدال يفت ياسر تحليت في المصروف ياسر ياسر وحاصيلوا والحابن صلح غلاطي بتاع العمل يفت اما بطبيعه ما نحرم مشيه صغيراتي بطبيعه اما الجمعة هذيه مشيه تهكيك هبطت لكم فيديو هذيه بش نشوف اما اني التوى اليوم الفيديو هذيه ما نشده نهالة خميس ماشي بالجدول هكاية نهالة خميسة اليوم عندي كيما كتبت لكم مقارونه بالمقارونه وبش نعمل في الليل عندي شربة كروفيت وعندي البيتا حاضره معناه كل شي حاضر اليوم مقارونه وعشيه شربه وبيتزا هيا نبدأ نحضره مبعضنا شوش نعمل اول حاجه بش المده الخضره خات الباره حا قضير لي نهارة حد يعني ديما كتبت عندي خضره ماذا بيه نستعملها دريكت بش نقول لكم الساعلي هي تجربه ناشحة وقاله لا الحقيقة عجبتني عالخر 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 رتحتني عالخر ام توا اليوم منهار اثنين ثلاثة واربع وخميس مرتاحة من حاجه اسمها شو بش نطيب فطور شو بش نطيب عشيه ماكل عندي في الفريجيدير مانيش حايرة في فطور بنتي خاتر سلمة مثال تاكل فدار مرقة خضره ماجبش نحط لها فطورها مرقة خضره تاكل فدار فما حاجة ما تاكلهم فدار اما تاكلهم شف الروضه هاوكا عندي متهسوس مقارونه كي هي ما تحبش الفطور هاداكا نعملها مثل مقارونه متهزها ماكلت بنتي دي ما عندي حاضر ماكلتنا دي ما حاضرة لحق عجبتني عالخر اما من معنايا ما منكتبش عليكم انه نهاره ضايا لحق تعبت فيه عالخر يعني ماكله طيب تبرشم تعبت فيه نهاره عالخر باوني متأكدة اني توب برشبش يجي وقلولي الفكرة مايش بايا بالعكس كو نهار ونهار وخير وهاكا الكل حكيتولكم عندي الماليفات قلتلكم راوا بنسبة لي الماكلة تبدى جديدة خير بنسبة لي الجيج وحوت والحم ما ناكلوش اصلا مافيش منفع يولي بشي قعد اكتر منهارين في الفريجيدير ضد معنايا اني نقضا طيب ماكل جمعة ناكل فيها اما حبيت نجرب وانطومة لي قلتولي سيرين جرب وقلنا باهي الحكاية والا لا جربت والله جربت على خاطركم معنايا حبيت خاطر برشا يخدموا برشا قلولي سيرين برب يجرب وقلونا هي فكرة باهي والا لا والله على خاطركم واني دي جا قاعدة فالدار واني ساعدني اني نطيبكن هار او نهار وعلى خاطر عندي تصوير معناها تقريبب نهاري معنايا شوش نصوروا معكم انتم كنت طيب اني جمعة كاملة شو بش نصوروا معاكم فمتو بالعكس معنايا اني بالنسبة لي تساعدني اني نطيبكن هار ونهار وكنهار نفتاجي معاكم بتبارا يعني مت ما تساعدنيش لحكاية هذه اما على خاطركم انتم قلت خليني نجربها اما راي فكرة طيارة على الاخر بش نعملها ديما مش ديما مثيل مرتين في الشهر مرتين في الشهر نتصور لسافا ونجم يجي شهر ما نعمل هاش لحكاية راوة بش نعملها على طول لأخذت الحقيقة الحقيقة تعبت فيه نهار هذا اما اللي نسيلي تخدم فكرة طيارة 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 بالحق انك تحضر الماكلة وتحضر كل شي يكون هاروه نهاروه اقسم بالله راحة كبيرة راحة كبيرة راحة كبيرة لا ينخمم لا في فطول لا في عشي المدة هذي الكل هاو تعدي ودوقت لكم اليوم نهار خميس الفيديو هذي مصورته نحن الثنين شا قعدت فيها جمعة قعدت فيها غدوة جمعة وسبتوا أحد سبتوا لحد من حيرش فيهم خاطر وليدي يبدأوا قاعدين في الدار ما منحيرش معنا هيكلوا قليجي في الدار مشكي يبدأوا في القراءة يبدأوا يتشرطوا عليها شوي هاي نبدأوا ما بعضنا فسرت لكم باش ما تقولوا ليش فكرة خايبة وعليش وكل شي فسرت لكم انه الفيديو هذي عملتوا على خاطر انتم اطلبتوه وحبيت نجرب اما بصراحة فكرة طيارة معناه لا نسي لي تخدم ونسي لي تبدأ عندها مشي وجاية وكما اني ليمت هذي اللي ارتحت منها التاطيب والله ما تتصوروش قداش ربحت وقت وخصصت القرية تولادي معناه بالحق الحمد لله يا ربي ليمت هذي الكل لاقي وقت الصغاري ليمت هذي الكل هكا مرتاحة مرتاحة هيا نبدأ اول حاجة شو نحضرها مديتك السلق والمعدنوس حتيتهم يتنقعوا شوية في الخل مدام عندي سلق والمعدنوس عندي حزمتين سلق وحزمتين معدنوس كنخليوه في الفريجي دير بشي ذبلو فمتوه نبدأ كنهار نقول هاني اليوم بشنطعم المرقة تخذر اهوكا اليوم بشنطيب وليت خديت سيستام انه كنمشي نقضي كناخه سلق والمعدنوس اول ماكلا نطيبها بهم هما خد معاشا نحب اللوح ديمة ككل سوق يخذلي السلق والمعدنوس وكل مرة لازم بشن لوحي السلق والمعدنوس في ايض بلولي فمتوه نقول هاني بشنطيب ومانطيب بشن وليت اه مجمع اللي فاتك اللي حطو اه تبدأ عندي الخضره نعمل نطيب بها معنى ما نخلي هاش بحضة يا الجدول شنو بشنطيب مشنو بدن نحضر اه معاكم مديت الكسر ونيت اللي عندي لكل وعلى اساس كنت نعمل الفلفل محشي زاده مديت الفلفل لكل الجرون الفلفل الكبار اللي عندي اه في بالي بشنعم فلفل محشي بعد ذكرت اللي عندي مونة متاع شبتية قلت فلفل محشي وشبتية فرد جمعة برشا خلي معناها المرة هذي نكمل لك الشبتية خطرها جت بنينة على الاخر نكملها وفلفل محشي ان شاء الله جمعة الجاية اذا حبيتوا نعملوا فيديو اخر كيف ما هيك جمعة الجاية نعملوا معاكم زاده ما عندي حطى مشكل اه شو شنو بدن طيب اول حاجة بش نبدن نحضر افطور نصف نهار بش نعمل مقارونة بالسوس بش نعمل متاع مرتين وعلى فكرة راني بش نعمل جاجة كاملة نطيب بها المقارونة وش ناخس الدر اه ما شاء الله للجاجة كبيرة معناه الدر بش نقسمه على ثنيت نصف بش نعمل بها روس جربي اه عندي عندي كبدة وازدرة متاع الجيش بش نعمل بها روس جربي والباقي متاع زدرة متاع الجيش بش نعمل بها طاجينة والباقي متاع الجيشة الفخوذة وكل شيء اللي فيه بش نعمل بها مقارونة المتاع الجيشة بالنسبة ليه تجيشة معناه يقعد اكثر من نهارين حتى ما طعو نحسو يتبدل نهارين ثلاثة اكهو يعني ما نعرش نحس طعمته تتبدل بش نعمل اني الكمية المتاع الجيش بش قدلكم سلمة تلقى متهز كي ما يعجبهش مثال العشيه ومحبتنيش نحوط لها منه فطور نعملها مقارونة فمتا مثال اليوم خميس اليوم بش نطيب مقارونة سوس المقارونة اذيك نصمت لها مقارونة الجيش ما بقى ليش الجيش قعدتلي قعدتلي واحدة بركة لدشني اذيك قلولها احنا حاصيل ويقولوا كقعدتلي جنيح بطبيعة احنا ما شاء الله يعني خمسة في العائلة مش مش نناكلوا مقارونة كهو اه عندي عندي اسكالوب ش المدان شويه فهمتوا اما تجيجها ذاكرا وفالي اللي طيبت بيه الكل وفاف سلمة هزت هزت ثلاثة مرات مقارونة تموت على المقارونة تهز فطورها مقارونة بالجيش والعشيه تروح وكا مرات عشر الجربي مرات عشر مرقة خضرة مرات عشر فمتوا اما تجيج ما منخليش من هار اثنين ل هار اخميس لا برشا نجموا تعملوا مقارونة كما عملت ايني وتاكلوها ديراكت كما قولوا اليوم مقارونة اه منو غدوة تبدل لدبارتك وبعد عود طيب مقارونة طيبها المقارونة مهو ما تخليش اصلي تبدل ولي ما معتش فيه حتى منفع المهم حضرت لهنية سوس مقارونة هزيه متاع مارتين متاع نهارين واجبتين رحيت لها تماطم الكعب وحطيت الجيش وخليتها تتقلى بايخذيت لهنية الكاسرونة هزيه باش نحضر فيها مرقة خضرة زيدة متاع مارتين نجم كفطور ونجم كل شيء لدينا بإبارن الإمارة لا شweh كثير نجم في العلدن كل شيء نقوم به مرقة الخضرة اعتدل ونشع في فطور عندما لا يتاكل فكريحة شعرا على للنجم وجمع يحمول على فطور واعيد نحن يخفضون مع السرعة وفي العشي يأكلوا أليجي يريدون ساعات مثالا كسكس يقولون أنه لا يأكلوا شيء في الفطوق يأكلوا ويكملوا العشي لم يركزوه معه خطر من ساعات أصلاً من طيب ساعات صندويتشات وفضل يعني كان طيب حاجة بنسبة لي بحاجة كبيرة المرقة تخضرها متع مرتين متع عزوز عشيين نمشو الغديكة كسرونا صغيرة حطيت فاز در متع الجيش حتى نقوم بتخطوخه متع طاجين بطبيعة طاجين لاني نقليل بطاطو حضرت له التخطوخه متاعه وكل البصل والدجاج ومع الدموس وخليتهم يطيبوا والكسرونا هذيك اللي في الوسط حتى نحضر شربة بالكروفيت حتى نرميها حتى نرمي الشربة حتى نرمي الشربة حتى نرمي الشربة ونقله قليت لها البصل وحطيت الطماطم وحطيت الثون زيت التطيب بالنوعية هذيه انك تشره بشو طيب منعرش كمثال اني مذهبية مذهبية في كل يوم عندي شربة في ماكلتي الموت على الشربة الحقيقة ونبخل على تطيبها منعرش علي عندك قصانة سلطة ولا شربة نبخل عليهم حتى في رمضان كتبت عندي شربة طيبة نبت في قمة السعادة نحس روحي منيش بشن عندي تطيب شربة تطيب نتصور برشا فيكم كيفية معنا في رمضان تبدأ عنده شربة يبدأ مرتاح منعرش عليش برغم هي مفهمش مأسهل منها هاوكا تبدأ عندي شربة في فريجيدير وقتلي عينتي مد نسخن ناكل ناكل فمتوه نبخل 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 نبدن طيبة مقارونة وكلها الشربة كيف نأكل شربة يعني الشربة لازمتها وجبة شربة معها ميني بيتزا مثال سلطة عدس تكفي غاديكا حطيت الفلفل لحم للمقارونة وحطيت للشربة والوزدر حطيت له الكليل ملح فلفل لكحل ما عنديش الحقيقة كوركم فلعادي نحط كوركم هاوكا هاو تهنينا على سوس مقارونة تهنينا على الججاج تهنينا على الشربة شقعد قاعدنا مشو نحضره توا كمالة الخضرة متاع مرقة الخضرة وباش نحضر معاكم خضرة الروز الجربي دبارات سهلين وبرنامج متاع جمعة كاملة اه اقتصادي بصراحة معناها قلت لكم اني عندي ميزانية معينة قاعدة منتبع فيها من الجمش نفوتها فمتو اه فما حاجة معناة حكم فيها دك عليش تحسون ان ادباراتي المدة هدي الكل هيكا اقتصاديين والحمد لله والله الحمد لله على كل شي لاني لبنات باش ناخو عندي صندوق كايم بتاع تبروير تبقى في الخضرة تصدقوني تقعد شو شهر تماطم فلفل يقعد كيف ما هي حاصيلو خذيتها وباش نحط فيها الخضرة متاع الروز الجربي الروز الجربي اخترت اني بطبيعة لاني باش نطيبه ولا حتى شي لاني لانواع اللي نحب الماكلة اللي بالمغرفة تبدأ بيتا هذاك عليش باش نقص الخضرة نحضرها ونخلاها كان عطا طيب رجل الجربي اني قلقني في خسيل خضرته وقصانه وكل باش نحضره قصيت اللبصل قصيت السلق المعدنوس الهني مادية السفناري اللي عندي الكل على خاطرها بدت تذبل اذيه متاعجوم علي فات السفناري هذيه وزاد شرالي السفناري اخرى مانا لازمتني السفناري اخرى استعملها وستعملتها نصف الرجل الجربي ونصف المرقة الخضرة كنحطها في كسكسي ما يكلوها ليش ولادي كتبتها هكا مقصوصة صغيرة مفيقوش بها وياكلها يحبوها نية اكثر كنقصها لما كفي رجل جربي ولا في مرقة خضرة يكلها ومفيقوش بها ما شاء الله يعني كمية الخضرة اللي عندي مش الكل الحقيقة مازالت عندي خضرة استعملتها فهمتو كما كان قاعدت نطيب كنهار ونهار ومثال السفناري لا تصبر لي حتى ديجا عندنا جمعة هي توفل فرجيدير وزادت اني شريت سفناري اخرى بطبيع لا تذبن او كما ديت استعملتها الكل غدي كحاطة اللي كسرونة بتاع المرقة خضرة او الرجل جربي هما كيف 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 بعضهم انا عملت مرقة خضرة قلت هكا كان عينتي نعملها مرقة خضرة ومرة نعملها مقارونة جارية الحق لا كليناها على اساس مرقة خضرة معناه كليناها لحقيقة كليناها كل برودو واني خاطر مرقة خضرة ليس بالخبز حطيت هالو مكا في اصحنا بالمغارفة نعملت فيها بزيد عدس كليناها كل برودو واني خاطر ما ناكلش برودو منعرش عليه برغم هو مايفرقش على مرقة الخضرة مااني ما ناكلوش غديكة حطيت كسرونة حطيت فيها السوس المكعب طماطم مكعب وبصل وثوم وخليطهم يغلي وبعدها وكان نفوحها ونرحاها وكل شيء هو الخضرة بالمستحسن متتقصش معناه تقول لك خاصة ان عندك البصل يتاكسد اما الصندوق هذكه ما شاء الله يهبل معناه الحاجة تقود لك كيف ما هي ودجاء اني حضرتها الغدوة فهمتوا ماانيش باش نخلاء اكثر منها الغدوة الخضرة هيكية الروس جربيتة تشوفوا غدوة ماانيش باش نعمل حتى شاي في الكوجينة بخليفش المدة كالصندوق نحط فيها الروز ولا شربة ونحطوه فيها وركهو ارتحت من القصان وارتحت من كل شيء تلهيت في نظمت الدار عملت تنظيمة للدار تلهيت الحقيقة في الصغار وقرائتهم زيتت عليها الحقيقة المسئولية في قرائتهم زيتت عليها المسئولية على الأخر كهو غديكة كملت حطيت الخضرة متاع حسيتها شويه سفنينة بشيزت للجربي قلت بخلايا خلايا تتاكل على المرقة هذه حسيتها قلت البصل والسلق والمعدنوس وحطيت لها دوبة شوية ثماطة حمص وحطيت لك الروز وحطيت للمرقة تقريبا حضرنا السوس حضرنا السوس المقارونة شربة وحطيت دجاج ورز ورز ومازالت نعمل عجينة شبات المهدية وحطيت العجينة في الكنجولاتور لقد اضعت التجاج وحطيت الكبد لنقص معظومة بالطبيعة لنضع الخضر ونضعه في الكنجولاتور عادي لنقص مقصوص 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 اتسا تكون مقصوص 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 يجب أن تنقص في المصروف يجب أن تنقص في المصروف ومصرفت حتى فرنك على الماكلة لقد شريت حتى شيء لدي قليلا في الفريجيدير لقد قمت لكم قليلا لدي تن لدي صوبية نبدأ حاسة أنه نقص حاجة ومعناها طرف الجيج والحوت وكل مالي في الكنجولاتور خطر الحوت كل شخص يمشي بطبيعة حسب بعيلته ومعنى ما يحب يأكل فهمتوا أنه مثل أولادي أكثر حاجات يأكلوهم فهمتوا أنه أكثر حاجات يأكلوهم بيتزا مقارونة حكاك طاجين يأكلوهم يحبوهم الحاجة تغضوما فهمتوا عائلات مثلها يجب أن يكون في جمعتها طيب مثل اللوبيا يجب أن يكون في جمعتها طيب طيب لحم ومعنى ما يأكلوه يجب أن يكون في جمعتها يجب أن يكون في جمعتها كل شخص يأكلوهم حسب ما صغارها تحب حسب عائلتها وكهو مثل في عوض أيني عملت مرقة خضرات نجموه تعملوا مرقة لوبيا مثل في عوض مايني عملت سوس بالجيج نجموه تعملوا باللحم وكعبر كل شخص يمشي يروحه وكل شخص يمشي حسب عائلته ماذا تحب هنا هي طابت سوس المقارونة طابت حطيت لها جرين فلفل لكي يعطي مطعم وحصيتها ما هي بزايد في العادة مستحيل ماذا تخرجوا وكل شخص يمشي وكل شخص يمشي وكل شخص يمشي وكل شخص يمشي ما زلت ما نشحت لي الشخص خليطت تكملتها وحطيت المقارونة مزروبة لازمت طيب الفطور لا يزيد فطور سلمة سلمة كانت تقعد جمعة كاملة تكل في مقارونة بالنسبة ليها هي قمة السعاد تحب مقارونة البيضة اكثر من الحمراء ماذا بها مقارونة بيضة مقارونة حمراء وقارونة بيضة مقارونة حمراء ماذا بكم معي تشوفوا جمعة ديها ماذا طيبت كل نهار كيفية تعدى النهار كيفية تعدى النهار كاو بجيت نحط بحدي الورقة خطر كل حاجة لازمت نفهم ماذا نعمل مع انه قاعد نطيف الفطور لازمتني كل شي يكون حاضر عاملة عاملة جدول وقت نعمل هذي وقت نعمل هذي وقت نعمل هذي وقت نعمل هذي طيب لانه قمنا كل شيء قاعدت لكيما قوت لكم العجين العجينة البيتزا اول حاجة عجينة البيتزا تصبر وبالعكس العجينة البيتزا قد تحضرها حتى نهارين ما شاء الله تهبل تبدأ العجينة حتى نهارها اصلا هما فهم برشة معناها رسترونيت يقول لك العجينة البيتزا نحضرها قبل بنهار حتى نعمل عجينة البيتزا اني بش نعمل بزيت قلت كان عينتي نهار عملت هكا هو على اساسة ككراني ببرنامج قلت نهار نعمل هكا بيتزا ونهار نعمل كعبة سوفلي نجا بش نعمل العجينة بالياغورت الطبيعي خاطر ديما السوفلي وكل خبز المحشي نحب نعمله بالمشتقة الحليب معناه اضم العجينة البسيفة عامة ديما نحبوهم في العشي حتى الفطور باقي هو وراه اما للعشي اكثر يعني نميلولهم هكا هوني حاطيت كعبة ياغورت طبيعي حاطيت كيلو فارينة حاطيت الخميرة بش نزيد الفارينة كما قد لكم كنت بش نعمل فيتزا كهو وليت قلت اني عجنت عجنت خليني نعمل زوز عجين مرة نعمل بيتزا وقال نعمل بعضهم نعمل بيتزا ونعمل سوفلي خاطر اني البيتزا بش نعملها مع الشربة بش نعمل مصلاة العدس قد لكم هذي كتبارة العشي ودي فطور زي دراوة بش نزيدها شوية سميت بش نزيدها شوية سميت بش نعمل بش نعمل عجينة بش نعمل بش نعمل كمية كبيرة بش نعمل كيلو نص تقريب بش نعمل بش نعمد ولدت نعمل مرتين ثلاثة نعمل منها الملاوي ونعمل منها شباتي المهدية ديما نعمل بزايد تبدأ عندك عجينة وما لا تحير كهولة هنا طابة المقارونة نسقي ونزر فيه نصف النهار لازم تكون الفطور حاضر سوف العجينة اختبأ الزكرة اضطوب العجينة قمت بزايد المقارونة فأعمل مرتينة لتطهر المقارونة قمت بزايد سلموتة سلموتا. حطيت لها شوية خضرس في النارية وطماطم مقصوصين هي تحبها ومكاك. ما ما عادش لاقيه السسم هو الفقوس ولا ولا خس ولا حاجة في السلايد منش لاقيه. الجمع هذي كل محرومين من مسلاطة نعمل هو كمرة سلاطة عدس ولا سلاطة سلاطة مفورة دي جا كتبه في الورقة. اما سلاطة خضره عندي قدمه منشور السوق من القاوش معناه للا خس واني شي على خس لا تتخس لحقيقة. احبه اكثر من الفيلم والقامرة. هاك هاو قصيت لها شوية نزاس جمعة هذي اخترت سلمة انه تهز معناها دي ما غلى نزاس كل مرة شنو تحب مرة تحب رمان مرة كل جمعة شنو مرة هذي اختلي نزاسة كهو. دي جا عندي شدلة كان نزاس يعني في القضية وعندي تفاح. نجمع اللي فيت قلت معشا نحب التفاح. تحب النزاس وتحب الدقلة محشية بالزبدة. حطيت لهم الولاد يفطروا خطرهم يمشور مذي ساعة. وكهواني رجلي قلتم بعد ونفطر كي نكمل الحوس هذي كل مش بنجمة نفطر في وسط الحوسة هذي. هي بصراحة حوسة كبيرة تتشوفوا فيديو غدوة اش نو يستنى في حوسة كبيرة 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 كبيرة. اما الحمد لله انه ارتحت بعدها راحة. هاي نوريكم اه شنو اه حذرنا هذي المقارونة بتجيش هدا يفطورنا. هذي العجينة اللي بش نعملوا بها سوفلي ونعملوا به البيتزا. هذي الخضرة مقطعة حاضرة الغدوة ان شاء الله روس الجربي حطيتها في صندوق تبروير باش تبقى لي مدة. تبقى لانهاء معناه لباس. وهذا هي تجاج اه معا كبدة والعدس. تابع للروز الجربي. هذوكم غدوة مبعاظهم جست نفوحه ومزيت لهم الروز. هذي شربة بالكروفيت. نرميلها من بعد الشربة. كي نجيب شناك معناه بشناكلها نرميلها الشرب. هذي التخطوخه متاع متاع التاجين. الجيش. اذاك العجينة متاع الشباتي و الملاوي. وهذا يشنوه تقالي متاع السوس المقارونة. وهذه المرقة الخضراء. وهذا ما حظرنا لليوم. ان شاء الله. اه وريدكم زيدا. ذيك العندي شبتية. هذيك بش نطيب بها كوسكسي ان شاء الله. يعني ما شاء الله. الخير والبركة. ودبارات اقتصاديين. ودبارات نحبهم احلى معناها. ودبارات نجم يعني تستحفظ بهم. مش معناه اي ماكلة من الواحد. كي يخلايا نهارين و ثلاثة. اه هذيك معناه حدي. يعني بنسبة لي واني نشوفهم. اه في الحكاية هذي. انهم يطيبوا كل شي. جستي مدوا يسخنوا. وما اني كلا حطهم. ما مش برشة تسخين. يعني كثريا انه فما حاجات مش منطيبهم بالوقت. خاطر ما نميل برشة. يا حقيقة للميك لكي يطيبوا. بعد نعود نسخنوا كل. كنت نجم لعجينة. نحضر معناه مني بيتزا. نحضر معناه مني بيتزا. نحضرهم جزتهم. بعد دخلي معناه كان السوس. كل واحد يمشي معناه حسب ما هو شنو يحبه كهوه. هذي معناه قاني شنو حضرت. ان شاء الله هيك نكون عطيتكم فكرة. ان شاء الله يا ربي عجبتكم الحكاية. كان عجبتكم نعودها مع بعضنا. مش مشكليني قال. انا حسب لكم. انا في بلي بشان طيب. راني ماكلت ثلاثة ايام. يا اخي ما شاء الله لقيت تروحي جمعة كاملة. مرتاحة. اكاها وعلى خير وبسلامة. تنجم بكينو خاطركم مديدة معهم فلفل محشي. تتلقوا محاضرين محبيت نعم فلفل محشي. لكن ما ما عملتش خاطر عدي هشبتية يبيع. ايه على خير وبسلامة. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وهو اخذيت بخاطركم. ونعرف راه والله برشة حاجة. راني عارفة بشتتقالي في الفيديو. متأكدة زيدة. اما مثال تجربة تكون بهيا. وبرسبة لها كانت تجربة محلية. مرتاحة. لحقيقة ما كان مرتاحة. 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 مرتاحة على خاطر. مرتاحة. حديث.